هبدأ معاك بحاجة كنت بتكلم فيها في المقدمة النهاردة بس هبدأ بحاجة تخصك أنت الأول بحاجة نتكلم عنها بشكل عام ليه كابتن سامي 60 يبعد عن التدريب وكل تجربة أنت كنت فيها كنت مؤثر وكان لك بصمة وكل الناس كلها تشيد بيك ليه تبعد عن التدريب مرة أخرى؟ طيب أنا هقول لك أنا بدأ التدريب من 2003 فبدأت من مراحل صغيرة ما شغلتش مع فرقة كبيرة أتحول لـ 7-8-9 سنين بشتغل مع المراحل الصغيرة ما بين ناشئين ناتذ زمالك ومن منتخب مصر موليد تسعين كان معي مدير فاني كبتا علاء نبيل وطلعت اشتغلت مع دوكستال سنة من السنين كان فيها أزمة كبيرة جدا لناتذ زمالك معرفش أنت تفتكرها لا زمالك كانت 13-14 فأنا كنت اشتغلت ساعتها في قناة القنوات الإعلامية الرياضية فكان يطلبوني أقول لهم أنا ماضي عقد ومتعرف العقود لو مشيت بتدفع شرط الجزائر فقالتهم أنا عشان أجل أشتغل مع دوكستال لازم تسيبوني أروح شغلي فاتفقنا على كده فالحمده ربنا قرمنا في السنة دي وقدرنا نعدي بناتذ زمالك في أزمة كبيرة وطلعتنا الساعتها لو تفتكر حازم إمامه وصبر رحيل وكان شريف أشرف وكان فيه علاء على الله رحمه وكان فيه مجموعة كبيرة طلعناه وقدرنا نحن نعنعه عدت فترة برضو بعدها رحت الجنة عدت سنتين وبعد الجنة اشتغلت في الإعلام أنا بحب الإعلام أنا بحبه ودماغي رايحاله وحاجة أنت بتحبها مع الكورة لأن أنا ببقى ماش دمعة دا حتى أنت كنت بتتكلم على من شوية كده عن رخصة صح أنا معال إيه على فكرة معال رخصة إيه أنا معال إيه اللي هو أخدها من 2013 فأنا أخدت كل الرخص اللي موجودة أخدت حاجة اسمها كان حاجة اسمها الأساسية والمتقدمة دول تبع التحدي المصر والنقابة لازم تاخدهم عشان شغل في النقابة فما بدأوا يعملوا السي والبي والإيه أنا أخدت السي والبي والإيه هيل وخدت حاجة اسمها عربية الأفريقية وخدت حاجة إنجليد فكل ده أنا أخدته جمعته عشان يبقى عندي يعني وإنا شغل في الإعلام كمان كنت بروح أخدر الدورات هيل يعني مش بشغل في الإعلام وأسيب أيوه فشغل في الإعلام وأقود الدوراتي بتاعت التدريد أشداد كمان على الفكرة مهم كمان للإعلام يعني مصر الراجل اللي بيطلع يتكلم فني تمام لازم يكون مؤهل ويبقى دارس هو في حاجات بقى أنت بتدخل فيها كل حاجاتك شغل تاك تيك مع أحمال لإنت عشان تقرأ الفرق دي ليه وقعت الشهوط التاني ما مش هيقرأها غير حد ما احترامي الناس اللي بتاعكم متعلم يكون درس اللي حتة دي أو أنت النهاره بتلعبك 3 ايام طب الإستشفر بتاعك سليم أو لا طب الإصابات اللي بتيجي يبقى المشكلة عندك في الشغل بتاعك لكن لو واحد أو اتنين تصابوا تقول لا ممكن يكون ما بينامش كويس ما بيأكلش كويس بيصهر الكلام ده كله لكن لما تبقى الحالة جماعية لا يبقى فيه شغل لكن فيه حاجة مش مزبوطة سواء أنت بتشتغل ما تشغل كتير أو ربعت ما تحاش تاخد استشفى تدريب نفسه في مشكلة في الأحمال اللي استشفى بتاعك وحش مزبوط فأنت النهاره بس يكون دارس كل ده عشان تعرف وانت بتحلل المشكلة فيه سبع فرق دلوقتي داخلين دولة المصر الممتاز المسلم القادم بمدربين أجانب بتكلم في مدير فني المنتخب الأول أجنبي مدير فني المنتخب الأولمبي أجنبي زياد عدل أجانب بشكل واضح في الدولة المصر وفي الكورة المصرية بشكل عام ده يدي إشارة لأي شيء آه طبعا يدي إشارة لانت ما بتستحملش المدرب المصري وده اللي حصل ان كمان الرتمة تاع المتشاط فانت بتحسنه قعد فترة قصيرة لكن كم المتشاط بتبقى خمسة ستة سبع متشاط فبحدش بستحمل كل دلوقتي رؤساء الأندية اللي اشتغالين عندهم استعجال مش عايز ينزل لأنه هو بيتسئل من جماهيره صح والغلط لأن معظم هم ناس عندها جماهير الفرقة الجديدة اللي هي زي ما قلنا بنتكلم على سراميكا فاركو البنك الأهلي الناس اللي معاه فلوس فبيدعم بشكل كبير جدا عايز ما هتحطش في اللعبة دي صحيح ما هتحطش ان هو يجي في الآخر نفس بصرة إذا الإسماعيل استنى لفاته تليل اتحاد الإسماعيل مبلاح المنصيح يا كومي أكرر انه كان عايز يحط شرط في عقد جريده يبقى لو خسر تلات مبراتي ده مش فكور وانا قلت له كلام ده ده مش فكور قلت له حتى الياه ما دي مقدرش يشتريت على مدر ولا أي حد في الدنيا ولا حد فقال لي ما أنا تراجعت عن هذا البند بس ما هو رحالي كده بقى قال لي ما هو لو خسر تلات مطشات برضو ما هو كده يبقى موقفي صعب مع الجماهيش ليه انت في فترة وفترات في بعض المدربين هفتك ريكابتن طلعت يوز في أول ومسك الشرطة كان خمس مطشات دي جي لا كان قاعد مع تاكيزيو ناس أول مرة خمس مطشات في ناس زي الإسماعيلي مثلا فترة اللي فادت ما هو أول خمس ست مطشات ما كانش ماشي كويس أو سبع مطشات ولم فيه مدرب مش بالتغيير في ناس ضعف تلمي ساعات لما انت بتصبر لكن لما بتبدأ وأول ما يشغل معاك انك ضغط عليه يا راجل ده تشغل ازاي ده انت أول ما بتشغل وانت ضغط عليه يا راجل لسه بينزل التمرين بتقول له يا ننزل انت لو خسر تلات مطشات التمشيت فأصبح دلوقتي فيه سرعة حاجة زي الإسماعيلي انت حرفين في مرحلة بنا يعني أصلا ما تيدارك انت جايب مجموعة كبيرة من اللاعبين موقفك السيني اللي فات كان موقف سايا جدا فما فيش مدرق انت مش جاي على فرقة فأفضل أحوالها فبتقول لك سبق أو كمل المسيرة انت رسل بتبني كمان انت بتحط العيبة جبت صفقات كويسة عجبني الصفقات لا هو تصرف هتقعد هي دي الكرة كده ما احترامي النهار ده قسر كم لما يلا بيستنى اللي فاتت أول خمس ست سبع مطشات متعادل مطش ولا حاجة وكلها كان ست سبع مطشات كان مغلوب فكاب تعلق لما جيه اشتغل بعد كده كان خلاص هربت ما جيه يجمع في الآخر خلاص ما عرفش يجمع فانت النهار ده بداي بتقى كويس زي المحل المحل الجمعت كويس في الأول شالتها في الآخر فدي ميزة لما بتجمع بدري بتبدأ عن المشاكل فكل دلوقات عايز يبدأ كويس فكله بدأ يصرف كله بدأ يدعم المشكلة كلها برضو في اللي طالع هل اللي طالع معه ولا لأ هل اللي طالع برضو داخل سراميكا أنا عجبان الصفقات أكثر الأندلة عميز عجبان لا ده عمل حاجة النهار ده اللي أنا عرفته أنه هو جاب كنارية كمان قبل ما تخط الأسماء بتاع ده صح وبسان بفوت بسان صح فالنهار ده بتتكلم على صفقات تقيلة جدا فبأرقام كامل أرقام فانت النهار ده الآن لأن السنة اللي فاتت هو نها بشكل وحش يعني نها في ترتيب سيء في الآخر فهو الخوف أن أنت تحط في اللعبة دي فتلاقي نفسك صرف ملايين وفجأة بتقع فأصرف وتقل ووسع الدائل لأنه هو سراميكا من الأندلة اللي كان عندها قايمة معقولة لكن ما كانش عندك مش موسع الدائل عندك شعادة كتير فلو بتلعب كل 3-4 تيام مش هتستحمل صحيح لابتك مش هتستحمل زي ما حصل نادل أهل بكل إمكانياته وتقلو ما قدرش يستحمل المطشاط اللي بتتلعب كل 3 تيام فبالك لازم توسع وبعدين مديك مديك أن أنت عندك 30 مع 5 تحت السن وعليد 1999 فمديك أنك أنت توسع الدائل فميزة فيه بعض الأندلة الإسماعيلي نفسه عمل صفاقات كويسة بس بالمصر التمتائل آه لسه هجيلك على المصر كمان تحجيلك عشان مصر برضو عمل السوق انت لاتقه جدا بس هو في نقطة ملحوظة جد واضحة يا كابتن سامي أنه فيه تبادل وتوافيق يعني اللاعبين اللي موجودين في الدور المصري اتنقلوا كتير هذا الموسم يعني تحس أنه 4-5 كل فريق بيأخذ 4-5 من هنا و4-5 يروحوا هنا و4-5 يروحوا من هنا هل دا يدي دلالة إنه اللاعبة كلها بقت شبه بعض؟ بنسب فيه فوارق في بعض اللاعب آه في بعض اللاعب وده وده ودي موجودة فلوسك بتتكلم هجيب مين وكام عشيب عند الإمكانات إيه فهو كل مدرب يعني مثلا جزء من اللي جيبهم أحمد سامي اشتغلوا معاه في سموح صح لا في سموح لا أرسل يعني اللي جيبهم سيراميكا سيراميكا أحمد سامي بزرطة اه اللي اشتغلوا معه في سموح الكابتن هاب بدأ يجيب بعض اللاعب اللي اشتغلت معاه قبل كده صح سواء في المقصة سواء في بيرامس بدأ يجيب حسين السيد بيجيب بنتكلم على مروام بتتكلم على على أكتر من اللاعب موجودين فهو كل مدرب بيجيب بعض اللاعب اللي اشتغلت معاه وبعض الصفقات في النواقص اللي عنده فهو أهب جالي معه مش بعيد عن الدور المصري ومش بعيد عن المصري لنشتغل معاه لو تفتكر السنة اللي هي اللي قبل ما يروح الحركة الكبيرة في الصفقات دي بتقول إن في منافس ممكن يبقى للأهل والزمالك الموسم اللي جاي ولا حسين لا هيتعبوا الأهل والزمالك مابش مناسب الأهل والزمالك بستثناء بيرمز بشكل كبير جدا لكن هيتعبوا الأهل والزمالك مش هتبقى سهل إن كنت يكسب بسهول